في حلقة اليوم نحلل أهم ما ورد في الصحف العالمية والعربية بصحبة ضيفية من رمالة الكاتب الصحفي محمد هواش ومن تونس الكاتب الصحفي زياد الهاني وفي جولتنا اليوم نتابع التليغراف بريطانيا تعتزم إعلان تجميد أصول إيرانية العرب السبسي يحسم الجدل بشأن التعديلات على القانون الانتخابية نيويورك تايمز ترامب يستخدم الانقسامات العنصرية لتحقيق مصالحه الأزمة بين بريطانيا وإيران في أعقاب احتجاز طهران ناقلة ترفع العالم البريطاني في الخليج هيمنت على مقالات وتقارير الصحف البريطانية الصادرة اليوم صحيفة الجارديان نشرت تقريرا قالت فيه إن مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جون بولتون أحد سقور الحرب على العراق مكلف بمهمة معينة فقد منحه الرئيس دونالد ترامب بسلطات سياسية واسعة وهو من يقود المواجهة مع إيران ولأنه متحمس لمعاقبة إيران بحسب الصحيفة فإنه لا يهمه من سيتأذى جراء سياسته ولو كان أقرب حلفاء الولايات المتحدة مثل بريطانيا أما صحيفة التليغراف فانفردت بنشر تقرير في صدر صفحتها الأولى تقول فيه إن وزير الخارجية البريطاني جيرمي هانت يعتزم تجميد أصول إيرانية ردا على احتجاز ناقلة تحمل العلم البريطاني وذلك في مضيق هورمز وتضيف الصحيفة أنه من المتوقع أن يعلن هانت أمام مجلس العموم البريطانية حزمة من الإجراءات الدبلوماسية والاقتصادية التي قد تتضمن تجميدا محتملا لأصول إيرانية ردا على احتجاز ناقلة أستاذ محمد هواش مستشار ترامب لا يهمه من سيتأذى جراء سياسته ولو كان أقرب حلفاء الولايات المتحدة مثل بريطانيا هكذا كتبت الجارديان ما هي الرسائل الكاملة في هذه الكلمات يعني الرسائل الواضحة تقول بأن الإدارة الأمريكية تصاعد الأمر في منطقة الخليج الممر الدولي الرئيسي لتجارة النفط وتزويد الغرب بالطاقة وبهذه السلعة الاستراتيجية وبأن الولايات المتحدة بهذه السياسات تفكر فقط في مصالحها تفكر في تضييق الخناق على إيران لفرض صيغة للتعامل مع إيران وتراجع إيران عن مخططاتها فيما يتعلق بالموضوع النووي أولا والموضوع الثاني هو التدخلات الإيرانية في المنطقة العربية يريد ترامب تشديد الضغوط من دون تصعيد الأمر إلى حرب وترى البريطانيا والدول الاتحاد الأوروبي ترى في أن هذه السياسة تضر بالمصالح الأوروبية وتدفع الأوروبيين إلى معارك هي في غنى عنها هي كانت تميل إلى استمرار الاتفاق النووي مع إيران وتميل إلى فرض عقوبات من دون تصعيد الأمر إلى مواجهات عسكرية على الرغم أن كل المواجهات التي تتم في منطقة الخليج الآن هي جزء من الدبلوماسية التي تستخدم القوة وتستخدم القوة الناعمة والعقوبات بريطانيا تميل إلى فرض عقوبات لا تميل إلى مواجهات عسكرية ولذلك هذه الرسالة واضحة جداً للولايات المتحدة بأن تتراجع عن تصعيد الأمر عسكرياً وتستمر في تشديد الضغوط الاقتصادية كديلاً عن الحرب وعن التوتر في المنطقة طيب أستاذ زياد الهاني القارديان قالت أيضاً عن جون بولت مستشار ترامب إنه متحمس لمعاقبة إيران بحسب الصحيفة ما الذي يفهم هنا؟ هل هو حماس دولة أم هو حماس شخصي بالدرجة الأولى؟ هو بولتن ليست له سياسة خاصة به بولتن هو يطبق التوجهات والسياسة التي يقرها الرئيس دونالد ترامب الولايات المتحدة تعزز اليوم حضورها العسكري في الملطقة وبالتكيد المستهدف الرئيسي من هذا الحضور هو إيران فقط ملاحظة أشير لها هنا بشكل الفنت عابر هو أن بريطانيا صرحت عن طريق وزير خارجيتها وعن طريق أكثر فنتي من مسؤول أنها تفضل والحل التفاوضي وتسعى إلى حل تفاوضي وإذا ما كانت تتحدث عن بداء الأخرى وعن عقوبات فهو في تقدير نوع من زيادة الضغط للوصول إلى حل تفاوضي يلبي شروطها خاصة وأن مسؤولا عسكريا بريطانيا صرح قبل يومين فقط للتليغراف نفسها بأن بريطانيا مستغربة من أقدام الإيرانيين على احتجاز السفينة التي تحمل عالم بلادهم خاصة وأن هناك تفاوضا حول إمكانية أطلاق صراح نقلت النفط البريطانية واحد المحتجزة من قبل سلطات جبل طارق إذن فواضح هنا أن نحن أمام عملية تفاوضية معقدة وكل الطرف يسعى فيها لتحسين شروطه التفاوضية ولكن أستاذ زياد هنا بريطانيا بتعتزم تجميد أصول إيرانية ردا على احتجاز الناقلة التي تحمل العالم البريطاني هل هذه مجرد خطوة مبدئية أم ستتبعها خطوات أخرى شخصيا لا أعتقد ذلك أعتقد أن هذه الخطوة هي فطار التصريحات والضغوطات لتحسين الشروط التفاوضية أشير هنا إلى تصريح لسفير إيراني لدى بريطانيا الذي دعا فيه بريطانيا إلى محاصرة أو إلى ضبط الأطراف الداخلية التي تسعى إلى تصعيد الوضع مؤكدا أن إيران مستعدة لكل الاحتمالات لا أتوقع أن في بريطانيا ستمضي أكثر في التصعيد وأنا ما أتصور أن سيكون هناك حل تفاوضي قبل يوم 15 من الشهر المقبل نعم إلى الصحف الإسرائيلية حيث كشفت صحيفتها أارتس عن اتخاذ تل أبيب إجراءات جديدة إثر احتجاز إيران ناقلة النفط البريطانية تحسبا لاستهداف سفنها التجارية أو العسكرية أو الأجنبية المتجهة إليها وكشفتها أارتس أن سلطات الاحتلال تتخذ خطوات مختلفة لمواجهة التهديدات من هذا النوع في البحار وطرق الملاحة البحرية المختلفة القريبة والبعيدة عنها كما كشفت أيضا أن طاقما أمنيا اجتمع مؤخرا وأكد أن إيران باتت لاعبا مهما في المياه الإقليمية والدولية المختلفة سواء في منطقة الخليج أو في منطقة الشرق الأوسط ككل استاذا هواش الإعلان عن هذه الإجراءات الإسرائيلية الجديدة هل هو تسخين للمعركة مع إيران أم له علاقة بمعركة الانتخابات الإسرائيلية المزمعة في سبتمبر المقبل نعم هذا موضوع مهم جدا لأن إسرائيل أعلنت بشكل واضح على لسان وزير إسرائيلي بأن إسرائيل هي الطرف الوحيد الذي يقتل إيرانيين وهناك تلميح لإمكانية أن تكون إسرائيل هي التي قصفت القاعدة في العراق قبل أيام وجرحت إثنين من الإيرانيين متواجدين في هذه القاعدة الشرق العراق وهي المنطقة المحاذية للحدود السورية إسرائيل تقلل من خطر أن يؤثر الحصار أو الضربات أو التوتر في منطقة الخليج العربي على السفن وعلى ناقلات تتعلق بإسرائيل ولكنها هي مدعوة على ما أعتقد أن تكون طرفا في أي عملية مثل العملية التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي الحارس لحماية عمليات نقل النفط من الخليج عبر مضيق هرموز وأعتقد بأن إسرائيل تعلن هذا يعني يساوي استعدادا إسرائيليا لأول مرة للمشاركة علنا في أي ترتيبات عسكرية وأمنية في منطقة الخليج ولكن مواجهة التهديدات الإيرانية برأيك إلى أي مدى باتت ورقة رابحة في الانتخابات الإسرائيلية يعني موضوع إيران بالنسبة لإسرائيل هو ليس موضوعا انتخابيا إسرائيل تعتقد بأن التركيز على إيران يحلل كل الحكومات الإسرائيلية من أي التزام يتعلق بالقضية الفلسطينية وبالتالي هي تريد أن تحقق هذا الهدف أي ابتعاد أو إزالة موضوع فلسطين عن جدول الأعمال الدولي وتريد أن تكون إيران هي الرقم واحد على جدول الأعمال الإيراني المسألة الثانية المتعلقة بالصراع على النفوذ في المنطقة بين إيران وإسرائيل إسرائيل تعتقد بأنها تستطيع أن تحجم النفوذ الإيراني وتستطيع حسب اعتقادها أن تقوم بعمليات من شأنها إضعاف إيران ومنع إيران من تحقيق أي مكاسب في محيط فلسطين المحتلة وإسرائيل وبالتالي هذا الأمر لا يتعلق أو مستوى مستوى ارتباط هذا الموضوع بموضوع التوتر في الخليج هو قليل جدا وضعيف جدا وتأثيراته على إسرائيل قليل جدا وبالتالي الموضوع ليس انتخابي ولكنه له علاقة باستراتيجيات وأهم هذه الاستراتيجيات هي تنفيذ إسرائيل أي عمل من شأن دعم الموقف الأمريكي والموقف الغربي في الصراع على منطقة الخليج طيب المحطة الصحفية التالية هي صحيفة العرب اللندنية التي قالت أن الرئيس تونسي الباجي قايد السبسي حسم الجدل بشأن التعديلات التي أدخلت على القانون الانتخابية والتي وصفت بأنها قوانين على مقاس التحالف الحاكم وأنها بمثابة قانون للعزل السياسي ضد شخصيات تتبوأ مراتب متقدمة في استطلاعات الرأي وأكد المستشار السياسي للسبسي أن الرئيسة التونسية لم يختم القانون الأساسي المتعلق بإتمام وتنقيح قانون الانتخابات الذي كان صادق عليه البرلمان الثلاثاء في الثامن عشر من يونيو في العام الحالي أستاذ الهاني الصحيفة وصفت تعديلات قوانين الانتخابات بأنها على مقاس التحالف الحاكم وأنها بمثابة قانون للعزل السياسي إلى أي مدى تتفق مع هذه الرؤية المسألة بكل بساطة هذا التنقيح الذي كان يجب أن يتم قبل سنة على الأقل وليس الآن قبل أيام من انطلاق السباق الانتخابي لم يأتي فيني بجديد وإنما هو جمع مجموعة من النصوص التي تشكل مخالفات للعمل الحزبي والعمل السياسي كانت متفرقة في قوانين مختلفة وأضافها للقانون الانتخابي حتى يمكن تطبيقها مثلا القانون الأحزاب والقانون الانتخابي كذلك يمنع على الأحزاب أن تحصل على تمويلات أجنبية كي تمول حملاتها الانتخابية لكنه لا يمنع الجمعيات من الحصول على هذه التمويلات الأجنبية لدعم أنشطتها وبالتالي لما جمعية تحصل على تمويلات أجنبية لدعم أنشطتها وتأتي في آخر لخضة قبل السباق الانتخابي وتتقدم للانتخابات بناء على ذلك الرصيد الذي أمنته بواسط تلك التبرعات الأجنبية يصبح هنا خرق لمبدأ المساواة بين المترشحين بمعنى أن من يترشح على قائمة حزبية يمنع عليه أن يحصل على دعم أجنبي أو حتى الدعم الوطني يجب أن لا يتجاوز سقفا ثمتين معينا للقيام بحملات الانتخابية والحال أن المترشحين آخرين يأتون من جمعيات لهم دعم لا سقف له بالنسبة للدعم الوطني ولهم دعم أجنب كذلك لا سقف له ثم يدخلون نفس المسابقة نحن اليوم ننتظر كلمة رئيس الجمهورية يوم الخميس المقبل بمناسبة احتفال تونس بذكرى عيد الجمهورية ليضع النقاط على الحروف هناك جدل الآن الدستور واضح في فصل الحادي والثمانين يلزم رئيس الدولة بختم عندما تنتهي أجال الطعن بختم القوانين التي تحال له في ظرف أربعة أيام ونشره والإذن بنشرها في الجريدة الرسمية للدولة هل ختم الرئيس أم لم يختم؟ بالتكيد هو لم يأذن بالنشر هذا ما ننتظر معرفته منه نعم ولكن قبل كلمة الرئيس ترشيح حزب النهضة لراشد الغنوشي في هذه الانتخابات إلى أي مدى برأيك يمكن أن يؤثر في المشهد السياسي التونسي بشكل عام هنا؟ هو واضح أن هذه الانتخابات ستكون مختلفة عن سابقاتها لسبب بسيط وهو أن هناك غضب عند عموم التونسيين من أداء مختلف الأحزاب وخاصة الأحزاب الحاكمة وعلى رأسها حزب حركة النهضة وبالتالي لا نتوقع هنا في تونس أن تحصل حركة النهضة أو حلفاؤها السابقون في الحكم على نفس الرصيد من الأعضاء في البرلمان الذي حصلت عليه في الانتخابات القادمة من ناحية أخرى واضح اليوم وحصل جدل قبل في فترة في تونس حول أمكانية ترشح زعيم حركة النهضة السيد راسد الغنوشي إلى الانتخابات الرئاسية واضح اليوم أن حركة النهضة تريد أن تمسك برأس السلطة التشريعية برأس البرلمان بعد أن تبين لهم بشكل واضح وقاطع أنه ليست لهم أي حضوظ سواء رشحوا راشد الغنوشي أو رشحوا غيره أو رشحوا في صفوفهم أو رشحوا حتى شخصا من خالص الصفوفة لن يكون لهم أي حضوظ في الانتخابات الرئاسية وبالتالي الأفضل الذي ارتأوه هو أن يترشحوا نلاي لرئاسة البرلمان وفي تقديرهم أن تقدم زعيم حركة النهضة لهذه الانتخابات وفوزه في أهم دائرة في تونس وهي دائرة تونس الواحد من شأنه أن يعطيه حضوظا وإمكانيات كي يترأس البرلمان وبالتالي تكون حركة النهضة ممثلة في أعلى هرم الدولة على رأس المؤسسة التشريعية نعم أرزو أن تتفضل بالبقاء معي ضيفي الكريمين إذن مشاهدين لا تزال جولتنا مع الصحف الدولية والعربية مستمرة من قناة الغد هنا في القاهرة نعود إليكم بعد فاصل قصير أهلا بكم مجددا لازلنا نواصل معكم حلقة اليوم من برنامج الصفحة الأولى قالت صحيفة نيويورك تايمز أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سعى قبل فترة طويلة من هجومه على نائبات الكونجرس الديمقراطيات إلى استخدام الانقسامات العنصرية في مصلحته ولفتت الصحيفة إلى أن ترامب على مدار عقود من العمل قد استغل الانقسامات العرقية والعنصرية والدينية في الولايات المتحدة بشكل انتهازي من أجل تحقيق أهدافه أستاذ محمد هواش الصحيفة هل هي هنا بتحارب ترامب كما يدعي دوما أم أنها تقدم توصيفا لواقع موجود بالفعل لا أعتقد أن الصحيفة تقدم وصفا لواقع موجود الرئيس ترامب لجميع المعارضي الرئيس ترامب وجميع الصحف لها ملاحظات كثيرة على السلوك الشخصي على طريقة التعبير والتغريدات التي يطلقها الرئيس ترامب بحيال عدد من القضايا الجوهرية في أمريكا أمريكا هي متعددة الأعراق أمريكا هي بلد مهاجرين ولاجئين فعندما يتحدث عن مهاجرين وأن يطلق عليهم أوصاف عنصرية وأن يدعو هؤلاء إلى مغادرة والعودة إلى أوطانهم هذا يعني أنه يغير هوية أمريكا ويغير طبيعة أمريكا ويغير طبيعة المجتمع الأمريكي وبالتالي الصحف ترفض هذا لأنه مخالف للدستور الأمريكي ومخالف للأعراف القانونية والاجتماعية والسياسية في الولايات المتحدة الأمريكية وبالتالي هناك دائما معركة بين الرئيس وبين الصحافة في الولايات المتحدة الأمريكية حول تغريداته التي مرة حيال الملونين مرة حيال اللاتينيين مرة حيال المسلمين مرة حيال العرب والعراق الأخرى وهذا يؤثر بصورة أو بأخرى على صورة أداء الرئيس فيما يتعلق بهذا الموضوع نعم ربما هذه النقطة يتعلق بجوهر طيب هذه النقطة التي تفضلت بها هي جيدة بالفعل للحوار ولكن مع ضيفي الأستاذ زياد الهاني نشر هذه الأخبار السلبية عن الرئيس ترامب إلى أي مدى تؤثر على فرص فوزه في الانتخابات الرئاسية المقبلة هي بكل تأكيد ستكون فونتني مؤثرة لكن السؤال هو مثلا ما تفضلتم به إلى أي مدى لأن فونتني بالنتيجة ما سيحكم لفائد الرئيس ترامب أو عليه هو أداؤه الاقتصادي وهو المصارع التي حققها للولايات المتحدة الأمريكية كون هذا الرجل العنصري هذه المسألة ليست مجهولة هذه يعرف فونتني جميع كون هذا فونتني رجل يمثل تهديدا الأمن والاستقرار في العالم وقبل ذلك أهديدا حتى الأمن والاستقرار في داخل الولايات المتحدة الأمريكية هذا كذلك فني أعلمه فونتني جميع ترامب الذي يدعو المهاجرين للعودة على يطانهم هو نفسه من أين فني أتا لا أظن هو من القبائل الهندية الأصلية التي كانت تقتل الولايات المتحدة بل هو كان ينحدر من الغزاة الذين احتلوا هذه الأرض والذين قتلوا أهلها وذبحوهم خلافا للمهاجرين الذين يفدون على الولايات المتحدة الأمريكية بحثا عن حياة أفضل ويبنون مستقبلهم بعرق في تنجابينهم لكن هذه القيم الاعتبارية هذه القيم الأخلاقية إلى أي مدى ستكون محددة في الانتخابات الأمريكية المقبلة لا أعتقد أنها ستكون محددة بشكل كبير تقلل من حضوظه نعم لكنها لن تلغيها نعم المحطة الصحفية الأخيرة ستكون على ظهر القمر فتحت عنوان هنا القمر قالت مجلة كوريه انترناشنال إنه بعد خمسين عاما من رحلة أبولو 11 ينطلق من جديد السباق نحو الفضاء هذا السباق لا يقتصر على الولايات المتحدة وروسيا فحسب بل بات يشمل الصين والهند وأشرت المجلة إلى الإنجاز الذي حققته الصين بداية هذا العام بإرسالها أول مسبار فضائي إلى الجانب المظلم من القمر أستاذ هواش السباق لا يقتصر على الولايات المتحدة وروسيا بل يشمل الصين والهند لماذا هو السباق؟ وما هي أهدافه الحقيقية؟ نعم السؤال مهم جدا لأن السباق نحو القمر توقف لسنوات طويلة بعد هبوط مركبة أبولو قبل خمسين عاما على سطحه والأبحاث الفضائية توقفت لفترة فيما يتعلق بتنظيم رحلات إلى القمر لأن الاستكشاف تم منذ اللحظة الأولى وبعد عدة رحلات لم يكتشف جديد الاكتشاف الجديد أو المدخل الجديد هو الصين عندما تذهب إلى المنطقة المظلمة من القمر وترسل صورا وترسل وتقوم بأبحاث حول تلك المنطقة هناك سباق من أجل تعزيز الاتصالات وتنمية وتقوية الاتصالات والإنترنت وعالم الاتصال الإلكتروني أي دولة تتقدم في هذا المجال تستطيع السيطرة على المجال الإلكتروني أكثر في العالم أيضا تستطيع مراقبة الأرض لأن القمر تابع للأرض بشكل أحد أقمار الأرض وبالتالي لا توجد أي فتوحات جديدة علمية فيما يتعلق بالقمر هناك تفكير أمريكي بتنظيم سياحة إلى القمر وإلى المريخ ولكن لم نسمع بأي أشياء علمية جديدة فيما يتعلق بالقمر وفيما يتعلق بالمريخ الأبحاث العلمية التي هناك سباق على من يسبق أولا تذهب إلى الشمس وتذهب إلى كواكب أخرى وتذهب إلى مجالات أخرى أما فيما يتعلق بالقمر فهي محدودة تتعلق بمجال الاتصالات بصورة رئيسية وتعلق بمجال السياحة المستقبلية للأغنية والأثرياء فقط نعم أشكرك شكرا جزيلا ضيفنا من رمالة الكاتب الصحفي محمد هواش ومن تونس نشكر ضيفنا الكاتب الصحفي زياد الهني وبهذا وصلنا إلى ختام حلقة اليوم من برنامج الصفحة الأولى إلى اللقاء